في هذا الفلك يمر بدخان كوني يمر بأجرام يمر بها كواب بنجوم أخرى يبتلع كل هذا حتى يصل إلى كتلة حرجة ينتجر يتحول إلى علم الدخان وكأن الله تعالى يرين عملية الخلق الأول في صفحة السماء أمام أنظارنا الآن هكذا بدأ الخلق هكذا بدأ الخلق فيقسب به ربنا تبارك وتعالى له من أعظم أجرام السماء من أعظم أشياء السماء فلا أقسم بالكنس ونفي القسم في اللغة العربية توكيد للقسم فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والكنس هنا من الكنس لأنها حقيقة هي مكانس السماء وأذهلني أن أجد عالما أمريكيا يصف هذه الحقيقة بقوله هذه المكانس الشافطة العملاقة يا سلام نعم يقول هذه مكانس السماء الشافطة العملاقة يا سلام نعم فهي الكنس بتكنس الجوار الكنس الجوار الكنس أجري فتكنس الجوار الكنس والتعبير القرآني نجم خانس كانس أبلغ ألف مرة من أقول فقب أسود فالفقب يوحي بأنه فراغ وإنه ليس فراغ ده حالة متناهية التكليس للمدد حالة مبالغ التكليسية كيف أصفها بأنها فقب التعبير القرآني نجم خانس كانس أبلغ ألف مرة من أقول فقب أسود ده العالم الأمريكاني اللي حرك بتقول علينا ده آل وصف نعم يعني أرجو أننا تغفر للتعبير كأنه يقرأ الآية القرآنية دون أن يدري شكرا برضو نعم إنه سوبر جاينت ده آل وصف نعم يعني أرجو أننا تغفر للتعبير كأنه يقرأ الآية القرآنية دون أن يدري شكرا برضو نعم إنه سوبر جاينت باكيوم كلينر زي المكنس باكيوم كلينر وكثير من حقائق القرآن الكريم يعبر عنها بعض الغلماء والله كأنه نص التعبير القرآني زي إيه زي إيه أنت عطلعنا بالموضوع لكيب عليك لا لا ده كل ده الموضوع بس يكون سهل علينا شوي كما علماء التاريخ يشككون في قوم عاد لأنهم لم يجدوا لها أثرا على الإطلاق ففي رحلة من رحلات الفضاء زود بكك الفضاء بجهاز رادار له قدرة اختراق التربة إلى عشرة أمتار فحينما مر بصحراء الربع الخالي صور مجرا لنهرين يندفع مجرا يندفع من الغرب إلى الشرق وواحد من الجنوب إلى الشمال فانظهر الأمريكان الربع الخالي أكثر أجزاء الأرض قحولة وجفاف به أنهار كانت به أنهار دارية فزودوا المكوك في رحلة تالية بجهاز رادار له قدرة اختراق أكبر فصور مجرا لنهرين وأنهما يصبان في بحيرة قطرها يزيد عن أربعين كيلو متر في جنوب شرق الربع الخالي وأن بين مصبين النهرين وعلى ضفاف البحيرة عمرانا لا تعرف البشرية نموذجا له في ضخمته فجمع علماء التاريخ وعلماء الآثار وعلماء الأديان ماذا يمكن أن يكون هذا العمران فأجمعوا على أنها إرم التي وصبان طعا كريم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وقالوا في تقريبهم أن البشرية لم تعرف في تاريخها الطويل عمرانا في ضخامة هذا البلاد واكتشفوا يعني بدأوا يزيلوا الرمال عن هذه المدينة ونشر عدة أبحاث عنها طبعا فقالوا وجدوا قلعة لحماية المدينة مقامة على أعمدة لا تعرف البشرية أعمدة في ارتفاعها إلى يومنا القرآن يقول إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد يا سلام سبحان الله نعم فقل بعض التشفات الأبنية حقيقة تنطق بما في القرآن الكريم دون أن يعلم العلماء شيئا عنها نعم نرجع حركتان نرجع حركتان يعني نحن بنقول الآيات الوصفية نعم حضرتك قلت أنه ما يتعلق بالخلق والإفناء نعم وإعادة للخلق نعم يعني أنا بفكر نفسي والمشاهدين للفضلاء نعم لما قلنا نعم بتبقى دي صور بتدور حول فروض علمية نعم والإسلام يلقي بصيص من الضوء أمام العقل المسلم العقل العلمي المسلم نعم يأتنس أو يستأنس بأحد هذه الصور أو الفروض نعم ويقول القرآن الكده بنعم عليه أما الوضع فهو يختلف عندما تكون الآيات وصفية نعم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبيه وسيغلبون في بضع سنين هذه الآية الكريمة استخدمها علماء التفسير في الاستناد إلى الإعجاز التنبؤي للقرآن الكريم حينما نزت هذه الآية لبناء تكون المعركة قد تمت بين الفرس والروم وكل القرآن يتنبأ بها وتحدث بعد عدة أكثر من عشرة سنوات حبشر سنة قريما هذه عجاز مستقبلي أو تنبؤي للقرآن الكريم لكن من ناحية العلمية لفر أدنى هنا مبهر للغاية لأن أدنى تأتي في اللغة بمعنى أقرب كما تأتي بمعنى أخفر فقال المفسرون أن الأرض هو أقرب الأرض إلى الجزيرة العربية وهي المعركة وقعت في أرض فلسطين التي ندعو الله تعالى أن يحررها إن شاء الله من دانة اليهود فقالوا المعركة وقعت أرض فلسطين وفلسطين أقرب الأراضي إلى الجزيرة العربية فأدنى الأرض هنا تعني أقرب الأرض فتأتي العلوم التجربية تؤكد على أن حوض البحر الميت الذي تمت به المعركة وهذا ثابت تاريخيا أكثر أجزاء اليابسة بخفاضا على الإطلاق يبلغ 400 متر تحت مصار سطح البحر وهو أكثر مقع على سطح اليابسة بخفاضا على الإطلاق اللي هو منطقة البحر لا منطقة خسف منطقة قوم الروط التي عقبه الله سبحانه وتعالى بالخسف فخسفة الأرض بهم لا يوجد على سطح اليابسة على الإطلاق نقطة أكثر انخفاضا من حوض البحر الميت قول القرآن يصفها هذا الوصف المبهر والي يفروه في أدنى الأرض أكثر أجزاء الأرض بخفاضا ويأتي العلم ليؤكد على هذه الحقيقة تأكيدا لا يرقى إليها أدنى شك آية وصفية مبهرة لحقيقة كونية قائمة يصطيع العلماء أن يقسوها ويستقرؤوها ومسوها بأيديه القرآن الكريم يتحدث عن أن ماء الأرض وهو كمية هائلة للغاية يعني أكثر كوكب نعرفه فراء في الماء هي الأرض لدرجة أن العلماء يسمونها بالكوكب الأزرق أو الكوكب الماء وحار العلماء منذ القدم من أين جاء ماء الأرض ووضعت فروض ونظريات كثيرة لم تستطع أي منها أن تجيب على كل المشاهدات التي نراها في دورة المياه حول الأرض حتى سنوات قريبة استطاع العلماء أن يدرسوا أو يحللوا كمية الغازات المبثقة منفؤات البراكين فأدركوا أن أغلب الغازات المنبثقة منفؤات البراكين بخار الماء بخار الماء يكون أكثر من 70% من مجموعة الغازات المندفعة منفؤات البراكين بس درازا بدرجة حرارة مخيفة طبعا حرارة كبيرة فبخار الماء هذا يعني بحسبة رياضية بسيطة كم مرة تثور البراكين على صفح الأرض مضروف في عمر الأرض أعطى كمية الماء الموجودة على الأرض ليس هذا فقط بل إن الماء يحتفظ ببصمة كبصمة الإنسان المضائر الثابتة للعناصر الموجودة في الماء تميز الماء فوجدوا أن بصمة بخار الماء المندفعة منفؤات البراكين هي نفس بصمة الماء المياه في البحار والمحيطات وتختلف عن ماء المطر لأن المطر حينما يتبخر يترك أملاحه خلفه ولا يحمل بصمة من المضائر الثابتة وثبت للعلماء بأدلة لتقبل الرفض أن كل الماء الأرضي على كثرته قد انبثق أصلا من داخل الأرض علما أن الدرجة الحرارة في داخل الأرض تزيد بالتزريج حتى تصل إلى ستة ألاف درجة ماءوية في جوفها ستة ألاف درجة ماءوية في مركز الأرض كيف يمكن الماء أن يكون قد خرج حركت في البركين وطرامها أكدت على هذه الحقيقة القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة في آية مبهرة حينما يقول رب العلمين والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها البدوي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع هاتين الآياتين كريمتين فيقول أن تنشق الأرض عن اليمبيع ويرى الإنسان الماء يندفع من داخل الأرض قد أخرج منها ماء العيون واليمبيع ومرعاها ينزل المطر فتخضر الأرض فقال أخرج منها ماءها ومرعاها انفجار اليمبيع وخروج العشاب بعد سقوط المطر فياتي الألم التجريبي ليؤكد على أن كل ماء الأرض أخرجه ربنا تباركت على أصلا من داخل الأرض ويعبر عن المرعاة أو يعبر بالمرعاة عن غازات أخرى تخرج منفوات الضراكين مثل ثاني بسين كربون وبعض التسليل منيتروجين وهي غازات لازمة لحياة النباتات النبات لا يستطيع أن يبني جسده ولا يبني ثماره ولا أزهاره ولا سيقانه ولا أوراقه في غيبة ثاني بسين كربون لأنه النبنة الأساسية التي يستخدمها النبات في بناء جسده في بناء هيكله في بناء ساقه مع أملح الأرض يعني المعادن في الأرض والماء وعشعة الشمس فالخلان يعبر بذلك التعبير الدقيق والأرض بعد ذلك